البالوندور والكرة الذهبية المقدمة من فرانس فوتبول بعد من فصلت عن الفيفا وبقت جائزة مستقلة الفيفا بيعطي جائزة دابست وفرانس فوتبول بتعطي جائزة البالوندور البالوندور بتقام حاليا على مصرح شاطلي في عاصمة فرنسا مدينة فريس يحضر فيها كل نجوم كرة القدم ميسي ورونالدو هم أصحاب الكرات الخمس أعلى اتنين لعيبة عندهم رصيد من الكرات الذهبية في التاريخ لكن مين هو آخر واحد لقبه ولوكا مودريتش بعد عام أعتقد أنه عام تقلق فيه بعد ما حصل جائزة دابست من الفيفا وبعد ما حصل على البالوندور لوكا مودريتش هو الذي سيسلم الفائز بالجائزة زي ما حضراتكم شايفين دي القايمة الخاصة بأفضل لعيبة كرة القدم في 2019 واللي مرشح منهم واحد بس سيفوز بجائزة البالوندور منهم طبعا نجمينة المصري محمد صلاح كنت كتبت على صفحتي الشخصية وعلى مسئوليتي الشخصية المارح أن بعض الأخبار اتسرابت لي عن طريق مصادر في فرانس فوتبول وفي فرنسا أن الفائز بالكرة الذهبية ليونيل ميسي ومحمد صلاح هيأتي خامسا هل الكلام ده صحيح ولا لا هنعرفه بعد كده كده لحظات من وقت ما يتم إعلان الجيز لكن زي ما قلت لحضراتكم حدث كبير جدا حدث مهم جدا لكن أكيد دوريات اللي احنا تبعناها الأسبوع الماضي كان لها عامل السحر دوري الإنجليزي والبداية في مباراة ليفر بول ليفر بول تألق فاندايك وفاندايك ينقذ ويوسع الفارق ما بين ليفر بول والسيتي إلى 11 نقطة هل يطرى الأمل انتهى في المنافسة ما بين النديين وأن الدوري الإنجليزي خلاص على بعد خطوات من الحسم اللي صالح ليفر بول الغائب عنه لقب الدوري لمدة 30 سنة باندايك تألق أحرز هدفين وفي نفس الوقت فيه تراجع المستوانج من المصري محمد صلاح هل بسبب قدومه من الإصابة وأنه ما خدش الوقت وخايف على نفسه بما أنه عنده حدث مهم جدا بعد أيام أو بعد أسابيع وهو المشاركة في كأس العالم للأندية مع ليفر بول ولقب محمد صلاح لو حققه هيكون أول لقب يحققه محمد صلاح كفائز بكأس العالم للأندية